موسيقى ولم أن الرئيس يتصل برئاس الجمهورية بيان من الرئاس الجمهورية أن الرئيس يمارس مهام ما هو اليوم المستشارين أو عقد اجتماع مع مستشاره كذا وتكلموا في هذه الأمور أو أن المستشار المكلف بمناطق الظل قدم تقرير حول الجهود التي بذلها في هذا المجال إلى رئيس الجمهورية أو أن الرئيس الجمهورية عقد اجتماع عبر فيديو كونفيرانس مع الحكومة أو مع الوزراء ولا شيء من هذا القبيل الرئيس جابوه كما قلنا من قبل جابوه فقط بيش يوقع لهم قانون المالية ويوقع لهم الدستور وقالوا له بالسلام اروح اجري العملية وقعد على روحك الآن قريب شهر نحن الآن يعني هو بشاه يوم عشرة واليوم ستة أربعة أيام رايح نكونه على مدة شهر من غياب الرئيس ولا جديد رئيس غاب قبل شهرين تقريبا والآن قريب شهر معناها ثلاثة شهر غياب مدة حكمه منذ أدائه القسم يوم تسعتاش ديسمبر 2019 معناها عنده 14 شهر تقريبا منها 11 شهر مارس مهام وثلاثة شهر غياب هذه هي الإشكال الغريب الذي لفت انتباهي ونخليها عليها علامات استفهام أن صفحة وزارة الدفاع الوطني نشرت في أربعة فيذري على الساعة الرابعة وستة وثلاثين دقيقة بتوقيت الجزائر وأوروبا قالت تبقى للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جنوبي 2021 وبإسم السيد الفريق رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي أشرف اللواء بن مدح محفوظ قائد القوات البحرية بالنيابة اليوم الخميس أربعة فيفر 2021 على مراسم تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية خلفا للعميد شعلال عبد العزيز أكيد أنه من يقرأ هذا الشيء الذي يلفت انتباهه تبقى للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جنوبي الرئيس غادر الجزائر يوم عشرة يوم عشرة غادر إلى ألمانيا المرسوم صدر يوم 11 معناها الرئيس وقع يوم 11 مرسوم رئاسي معناها الدلكاش معاه وقعها في ألمانيا أنا بحث في الجريدة الرسمية على هذا المرسوم ما وجدته ما أخفي هل كتبوا الجزائر حررة في الجزائر أو حررة في ألمانيا نتمنى للطلع على هذا المرسوم يظهره على كل حال خلي هذه علامة استفهام سنبحث فيها جيدا ونعرف ماذا حدث في هذا الموضوع كيف الرئيس وقع هذا المرسوم هو يتواجد في ألمانيا ولم تقل أي معلومات أن الرئيس يمارس مهمه وصدر المراسيم وكذا وكذا على كل حال نخليها إلى حين قلت أولا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة